موسيقى أصدقائي ورجعنا لكم تاني والجزء التاني عبير أهلاً عبيراً أهلاً عبيراً أخبارك إيه؟ الحمد للأتمنى انت مش عارف تكلمي خالص ليه؟ مريحة يعاني خالص أهب الرحب مش مهندسة أناهد عليها أهب رحب بيك طبعاً أهب رحب بيك طبعاً الطعم اللي معمولي النهاردة في الستوديو الريحة الجمدة دي والأكل الخطيري اللي معمول دا مدي الحلقة النهاردة طعمه مختلف طب الحمد لله الحمد لله ما رحنا بنشوقكو الأول تشموا وبعدين تدقوا يعني طبعاً دون الأول ليش حلقة طيب احنا هنتكلم في الجزء الداني دايماً بنحاول نحنا نغير وعايزين نتكلم في موضوع يخص الرجل المرأة بصفة عامة هنتكلم على طبعاً التوجيه والتوبيخ والفيصل ما بينهم شعرة واحدة يعني خط بسيط جداً يفرق ما بين الاتنين التوبيخ والتوجيه نقدر نقولها في أكتر من علاقة علاقة بالطفل والأب والأم الأب الأولاده الأم الأولادها الزوج والزوجة الأصدقاء في العمل حتى كمان رئيس مجلس إدارة والموظفين نحن نعن نركز النوردة على الزوج والزوج الزوج والزوج والراجل والمرأة نبتدي عنه نبتدي عنه هو أهم حاجة في المجتمع طيب العلاقة ما بين الرجل والمرأة العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها علاقة جميلة علاقة هي دي الحياة طمع لأن لو ما فيش أنا بس أنا اللي هي تعقيد حال أنا أحب أسميها عتاب مش توجيه لأن الزوج والزوجة هو مش هيربيلي ولا أنا هربيه لكن في حاجة أحلى بكتير إن أنا عجبه عجبه وهو يعطبني ويبقى في حاجة حلوة بإننا نحن نتقبل لعتاب لفعل طمع يعني نبد بناء اه بالضبط بالضبط يعني أنا ممكن مثلا قادي ينفز ناس وفي حوارات في حاجة حصلة مش عايب بيني فأنا ما ينفعش إن أنا قدام الناس وأقول له العتاب اللي أنا عايز أقوله تمام أنا ممكن أخذ الكمانت اللي أنا عايز أقوله احتفظ به لأنه هو ما ينفعش إن أنا عاده قدام الناس بتعملش هو ده بنسبة للست بنسبة الراجل إيمان انت مش قادرة تمسيكي مسكة للراجل الراجل بيحب إنه عشان يحس في بعض الرجالة مش أرض الله يحس لا أسابني عدلت كلامك عدلت كلامك لا يعني مش كل رجالة في ناس محترمة جدا جدا يعني ما بتحبش أصلا تكلم مراتها قدام الناس حتى باسمها يعني سماحنا بنعرف بس في رجالة بتبقى تقولك لأ لازم أحرجك قدام الناس لازم أنقودك قدام الناس فده مرفوض مش لطيف خالص ومش حلو وهي دي بقى سوق العلاقة هي دي بقى اللي إحنا بنتكلم فيها إن أنا يبقى جوزي يحترمني قبل ما يحبني طبعا هو عايزين نقول عايزين نقول فيه مثل عربي بيقول النصيحة في العلن فضيحة النصيحة في العلن فضيحة معنى إن أنا لو نصحت شخص حتى لو بقوله يعني لو فيه زوج وزوجة وهي ما بتعرفش تعمل قهوة وقدامي الجميع قال لها أنت ما بتعرفش تعملي قهوة عامليها مضبوط الكلمة دي هي بسيطة جدا بسيطة جدا بس بتجرح أيوة وعمري ما تعلم أعمل أهواتك على رأي عبير لا أحد أليها لك لا خالص أنا ما بحبش النقد النقد إيه؟ أنا بحب النقد بس إيه؟ بزوء نقد بناء زي ما بيقول نقد بناء ويبقى مقبول أصلي أنا أقول يعني على أهو فيه أزواج كويس بيحب يتنمر على مراته أبي وهي موجودة قدام الناس ده بيبقى عنده نقص اه بيبقى عنده نقص دوت عدم تفاهم ما بين الزوج والزوجة يعني هي وبيبتدي من هنا انت ما بتحترميش خلاص يعني مفيش بحث يعني حاجة بين هو بيتمشي كويسة هي ما تقدرش تردره عدم باحترام ده لا فعلا فعلا يعني هو كل واحدة حسب ثقافتها نعم أيها تاني تاني آخر لا فعلا يعني دلوقتي أنا جوزي قال لي حاجة أوجهني قدامي الناس خلاص خلاص أنا مقدرش أن أنا أوجهه نفس التوجيه طيب ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي وده دور المرأة يعني أنا هقولكم موقف حصل لا ما مش دور المرأة لا 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 دور المرأة لناخد طب دوني دوني لاحظة بس لها صديقة سورية فردانا أنا بسلم عليها وإن شاء الله ترجع سوريا بلد آمينة وأمان ونسافر تاني أكثر من مرة كانت موجودة معنا في الأناطر وحصل حديث مبيني ومبين الراجل اللي هو هنأجر منه كارتا تمام وحصل شد مبيني ومبينه فجأة ملقتهاش موجودة راحت سحبت نفسها وراحت عند المجموعة اللي كنا موجودين معها فاستغربت جدا من الموقف فخلصنا الحديث وتصالحنا وراجل اعتذار لي وقال لي خلاص هاتلنا فلما روحت لها قلت لها انت عملت كده ليه يعني ايه اللي حصل ميشيتي ليه فقالت لي طول ما انتوا بتتخنقوا مع بعض وجود مرأة قدامكم الصراع هيكبر لكن لو هي تحركت الموضوع ممكن إيهد وده اللي حصل بالفعل وده اللي حصل بالفعل الراجل لو راجل وشايف سيد هيسكت هي ثقافة مجتمع ثقافة 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 فعلا ثقافتنا بتقول ايه يعني هي الزوجة اساسا دايما هي بتحفظ على مشاعر الجوزة اوت طيب لو عايزين من حضرتك ايوة بعكس الزوج لو حضرتك تقولي كلمة للزوج اللي دايما زيما بيقول بيوبخ بس بياخدها بشكل مختلف متأخد الليفز داي محمد هو التوجيه امالداء مش روح التوجيه لأي ان اقولك على حاجة محمد عي تاب معاناها ان انا عايزة اضبط العلاقة عي تاب معاناها ان انا عايزة طب تزعالي ليه تزعالي ليه من الاتاب عيشك ويزار لحظة انا بعضبك ليه لحظة يعني انا لو مش بحبك وعايزة الامور بنا تستمر اهبني العلاقة انا مع ابك ببني علاقة لكن انا لو اخلص لو الاعتاب زادت شوية سميئة لا اقول لك حاجة لو انا وصلت مع جوزي لدرجة انا مش عايزة عدبه خلاص انا مش عايزة انا وصلت خلاص لدرجة انا مش عايزة عدبه هو في حاجة لا لا مفيش حاجة وهو في حاجة وحصل قريضي حاجة لكن انا وصلت لدرجة انا مش عايزة عادت اصلا يعني خلاص انا كده بقى وصلت للنهية طبعا لكن انا عدبك لا يبقى انا عايزة ابني يعني معين أنا أقول نقد طبعاً طبعاً هو نقد أو العتاب لو أنا بعثت بس عبير لو أنا بعثت بك مش هتزعلني من عتابي لكن لو زاد ما أنا لسه بقوله لو العتاب زاد عن حده هيصبح توبيخ أنا عايز أفرق ما بين الاتنين علشان التوبيخ هو اللي بيزعل طيب بمعنى أصح بمعنى أصح لو أنا عايز توجيه ونقد كلمة توبيخ دي ما نموصلهاش للمرحلة دي أصلي توجيه معنى تربية تمام أنا جاية مش منتظرة أني أنت هتربيني موقعات هو شافني متربيه ولا أنت هتربي جوز جوزك برضو جاي بس توجيه توجيه في حاجة من الأخدمية أو شياكة أو كده أم ليت اللي بحاجة نطلعه اللي بحاجة نطلعه التوبيخ التوبيخ لا مفزي نفسه وحش لا موجود موجود بس أنا رفضها نقول نقط نقط لا ممكن توجيه قعدة أيبا وأصحابكه قعدين ممكن يقولك إنتي إيه اللي خلقت البيسة اللي هدوم دي مش بيت مرة قلتلك دي مش حلو عليكي قدام أصحابك ما هو دا كده دا بيسمى إيه يعني هو قلل هو كده هو قلل مثل يعني سوري يعني هقول إيه مش هنقول ما معروفة طب سنة طب أطمن بس لكي طب على ما انت تروح يتوفينا حنتكمل كلامنا عادي يا عبير الرأي الصراحة يعني مبير أي مجاملة وعايز شكل نفسه أصدقائي زي ما انت شايفين كده على الشاشة على زي ما احنا شايفين على الشاشة الأكل عامل إزاي يعني بصراحة الواحد جاع لأ ما انت جوع وناكل لأ خليك انت طب نوعي كده يعني حسينها وحالك ممكن تشاركها برضك لا وش هايز حد يشاركني في اللي أنا فيه دا طب إيه ترشح لي إيه الأول كل حاجة كويسة طب إيه ما وفي حاجات تتاكل على الهوى بقى عشان طب وفي حاجات بعد الهوى عرب لها الحاجة لتاكلها المحاشي دي يحالك تدو إيها وقلنا رأيك فيها إيه شكرا بلها الحاجة لتاكلها عبرزك في المسمى رأيك إنتي في الأكل دا تفضلي والله دي مش بتدوء بتاكل بجد مش بتدوء طبعا عمير 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 عميري انت مش بتدوء انت بتاكل بجد لا بتفضل انت اتخل أبا طيب علا ما هي الدوء نرجع تخليك موضعنا احنا نتكلم في العلاقة وهي تتكلم في المطعم في المطعم طبعا لو قلنا نصيحة لكل زوج حالك تدوء وراء العلم كده قلتها رأيك في ايه هو نصيحة لكل زوج زوجة أنا بسمنى ان كل زوج زوجة يعبر عن مشاعب يعني انا عارفة انه جزي بيحبني طبعا بس هما بيقولش يقولي ما انت عارفة لا لازم تقولها انا بحبك لازم تقولي انا بحبك المشاعب والخلان ده بيخلي العنقق دايما بكتفين مش مكتفين طب بسي عشان هما ملغوشينا الناس كلها مركزة معه ده يعني يعني هو عايز يدوق عايز يدوق برضو عايز يدوق ممكن يدوق برضو ممكن اتفضل انت عارفة انت عارفة يا بير انت بتعملي ايه كم واحد تتفرج محمد انت يعني انا نسمحلك تتفضل طب انا برضا خطير انا ما بعملوش بس المبارل خطير نو انا المحشي زي اللي انا بعمله طبعا طبعا تحفى تحفى انا عايز اقول لأصدقائي ان اللبس او الحاجات اللي بتلبسها عبير مصممة الازياء فاتن ابراهيم هي دايما اللي بتختار لها كل طبق تيجي بيه انا بنشكرها بنشكرها بس عايز اقول لفاتن شوف يا فاتن بتعمل ايه يعني هو ده مزبوط ده مزبوط لا انا كده مكسوفها محمد كده مكسوفها محمد طيب هترجعي تاني ولا هتاكلي تاني طب لو هتاكلي وتشوفي الحاجات احنا نتكلب نرجع تاني طب الحمام دوت مش عايز بقى الهواء ده بعد الهواء الحمام الحمام دوت بعد الهواء الازحاء مش بحب الحمام القزر مش بحصوظة اه عبير عبير مش بحبي الحمام سبية اه الملخية يعني? اه اه اه. كمل لنا بقى اقول لنا الحاجات اللي انت عمتها. نكمل لها لغاية لما نعمل اه اه. اه اه. احنا هنكمل كلامنا وانت ترجعي. اه. نرجع تاني نرجع تاني. اه النصائح بقى اللي احنا رسنا ما كملناهاش. اه. للزوج والزوجة. ايه. اه يعني الزوج والزوجة اه دي علاقة ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان اه تكبر. طمام. ليش عشان اه. احنا خلينا العلاقة ما بين الزوج الزوجة. طبعا. يعني بقى السيئة جدا. اه. ليه لان ما فيش كلام. طبعا. يعني معظم الوقت اه زوجيا ماسك الموبايل. الزوجة يا اما بتزعق مع الولايات يا اما ماسك برضو الموبايل. اه خلاص. بنتعامل مع اه اه الناس الخارجي. هي. ما بنتعاملش جواب. طبعا. فيها ايه لما ارفع السماعة الصبح وقول له جوزي انت واحشتيني. اه. ايه? قولي لجوزك انت لو حشتيني. يعني. كمان. وانت كمان تقول للمبغتك انت يحشتيني. انا بحبك. لو لو انتو. هو كمان يقول لا. وانا بحبك. ايه اللي فيها? قويس. العلاقة. العلاقة بتكبر. بتكبر. حلو. طب لو في توجيه. توجيه. يتقالي ازاي وامتا? التوجيه مش في نفس الموقف. قويس. التوجيه دايما الاول عتاب. ازا ما انا بقول انا. العتاب. هنكمل العتاب. انا ماشي. هنكمل يوجيهني. لان فيه التوجيه جاية من السلطة. خير. يعني انا اه زيتا سلطة انا بوجهك ولازم تسمع كلامي. حلو. لكن اه اللا علاقة ما بين الازواج ما تنفعش توجيه. هم. هي عتاب. اه نقاش. الكلام. لازم ببقى فيه بينهم اه حوار. حوار. عشان خاطر يوصلوا اه 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 لخلاص احنا وصلنا للاين اللي احنا عايزينه وخلاص. احنا اتفقنا ولازم يبقى فيه بينهم تفاهم. فيه حياة. مفيش تفاهم مفيش حياة. ينفع ينفع ان احنا نعمل الحوار ده قدام الولاد. لأ خالص. تمام. خالص. خالص. يعني لازم نختار الوقت والمكان. اه. اه. انا هقول لك الحياة. مين فينا بيمسك اصابه. لا. لا اصابه. بس عبي. بس عبي. بس عبي. بس عبي. بس عبي. مع علشان ما بنسكش اصابنا. التوقيت بيبقى غلط. فبيتبني عليك. رغض غلط. مش التوقيت. اه. لا. اصيخ ناقى دلوقتي. انا اقول الولاد بيحسوا. من غير انت ما تحكي لهم ولا تشريكهم معك في الموضوع. الولاد نفسهم بيشوف مود ماماتهم مش مزبوط. حلو. مود باباهم مش تمام. خلاص عارفين ان في مشكلة الماء. اه. فهم قريدي الولاد. ممكن ان انا اقولهم مثلا متضايقة من شغلي. متضايقة من الجيران. بس هو بيحسل قدامهم. انا بقولك ان انا غصب عني. يعني هم حتى لو انت حاولت ان انت تتجنجي الولاد. بيعرفوا. بيعرفوا. ايوة حتى لو هم حاسين. انا مش عايز احول احساسهم. اه. لحقيقة. اه. 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 او حتى احساسهم يكتشفوا ان كان فيه مشكلة. واختفض بسرعة بدون اثار. اه. لكن لما يحصر ان فيه كلام. توجيه. اعتاب. بأي شكل من الاشكال. وليكون قوي. قوي مع الشخص نفسه. او من الزوج مع الزوجة. اه. طيب نرجع تاني نشوف الملوخية ايوة. ايوة ايوة. هاي الملوخية دي اللي بتزبط الدماغ. دي كل حاجة. احنا نسينا التوجيه. هو اه. ازدوك جياز مرات على الاكلة حلوة كده. وخلاص. يعني وكفي كل حاجة realidad اللي أنا أنا شايفة في الحياة المهم جدا 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 لكن أنا ما بحترمش الجزي أو جزي ما بيحترميش كل حاجة، البنود اللي تحتها كلها خلص مش هينفع الناس الزبا تلوما فيه أساسي مغم ما يعمل أنا ما سامحه مغم ما هو لازم يبقى فيه احترام لازم الزوج يحترم زوجته ده من الناس وبينه وبينها والزوجة نفس الموضوع أنا بوجه كلاني للزوج والزوجة يعني لازم الاحترام يكون متبادل والحب يكون متبادل والنقاش متبادل لازم لازم ما ينفعش من طرف واحد إن أنا جيب اللوم على طرف واحد طيب ننتقل من الزوج للزوجة للأب والأولاد أو الأم والأولاد دايما فيه مقولة بتقول ما تطلبش لو أنت هزقت ابنك قدام صحابه أو بنتك قدام صحابها ما تطلبش من صحابها أو منها إن صحابها يحترموها بالضبط تاني هقولها تاني أنا لو أهنت ابني أو بنتي قدام صحابتها أو صحابه وعايزينه يحترموه مش هيحترموه يبقى لازم أكون أنا حريز جدا على توجيه ابني أو عتابه أو تعليمه أو نصحته لوحده الخطأ اللي عمله لازم أكون مبيني ومبينه مسافة إن أنا أقول له إيه رأيك في الموضوع ده وإنتي بتتعامل إزاي في حاجة زي كده الأولاد بيختلفوا عن الزوج والزوجة الزوج والزوجة أنا من فاش أقول توجيه بقول عتاب بقول نقاش بقول نجد عشان أرتاحهم لكن الأولاد أنا عايزة ابني يبقى أحسن مني عايزة بنتي تبقى أحسن مني فأحيانا بيتطلبني إن أنا أتعنت عليها أحيانا لكن مش دائما بس على فكرة أنا مش موافعة مع محمد في الرأي ده لا لا أحيانا أحيانا بتتطري طب دلوقتي هو لو عمل موقف مع أصحابه من اللي لازم أبين له أصحابه إنه غلط وإنته غلطته لو الغلط مشترك لكن لو إبني بس الغلط أنا ما ينفعش إن أنا وجهه له اللوم قدام أصحابه لكن لو كله غلط لا لو الغلط مشترك طبيعي وحتى لو الغلط مشترك خوديه على جنب إن صحي وبعدين وجهيه لا وجهيه توجهيه بعد كده لكن ما ينفعش إن أنت تقللي منه قدامهم ما هو أنا لو قلت لحد على سبيل المثال لو أنا لي صديق بقوله يا أستاذ فلان الناس هتقوله أستاذ فلان أو أقوله يا فلان بي الناس هتقوله يا فلان بي لو أنا ديته بإسمه الناس هتقوله بإسمه إحنا متعودين على كده مع الناس ثقافة لا احترام بس أنا أبوي لما يزعقني قدام حد صاحبي مانوش الحق إنه يزعقني برضو لا أبوي إحنا راضيين من أي قد ممكن يزعق وأنا ما قلت لكيش أنا بقولك ما تهنش ابنك ما تهنش ابنت أو توجهه أو توبهه قدام صحابه لا أسأل أنت ددي المثال دلوقتي لما أنا أقول لفلان يا أستاذ هيقولوله لا هو احترامي البناء دم نفسه عبي أنا بأكلمك على أسس دي حقيقية في الواقع بتاعنا في المجتمع بتاعنا أنت لو عايز أصحاب أخوات أصحاب ابنك أو بنتك يحترموه أنت ما تقللش مقدر قدامه لو الغلط مشترك ما بين أصحابه لا 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 يعني هو كلام عام ولازم أنا أوجهه كلامه أوجه لأصحابه لكن لو إبني بس الغلطان يعني آه يعني عبي أنا أخذه الواحده وأتكلم معاه لأنه هو الشباب أسكية جدا والبنات أسكية جدا بيعرفوا كل حاجة أنت مش عارفها كمان يعني أنت لو دخلت على السوشال ميديا هم عارفين حاجات إيه مش عارفاها فهما أسكية مش محتاجين أن احنا نتزاكع عليهم لا مش هزعقلوا قدام أصحابه علشان أبين لا 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 هيبقى بقى رد فعل السيء يعني سيء كولوجيا للأولاد لا 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 بيتعبوا نفسي قبير موسي عشان أنت هتتحركي وهتاكلي وكده قل نقول الأسئلة علشان الأسئلة عشان أخص من المسيء دلوقتي خلاص احنا معنا مجموعة من الأسئلة في كل حلقة احنا بنقول الأسئلة inmصر.com بتقدم لنا كل حلقة جايزة 250 جنيه inmصر.com عندها تلت عروض لو دخلنا على الصفحة هنلاقي في تلت عروض في تلت عروض السؤال السؤال إيه هي عروض ايوه ماشي يعني أنت الجانب وأنا أقول السؤال شركة الفرعنة الاستراد والتصدير بتقدم لنا جايزة 250 جنيه السؤال بيقول إيه اللوجو بتاع الشركة لون اللوجو لشركة الفرعنة شركة الفرعنة بتقدم لنا في كل حلقة اللوجو لشركة الفرعنة فيه اتنين لون مش لون واحد فعايزين نبعت على الواتس اللي بيظهر قدامنا الإجابة شركة الفرعنة بتقدم لنا 250 جنيه السؤال التالت مطعم طبعا قريب بدوية مطعم قريب بدوية نهاردة هتسأله ايه مهندسة ناهد علي رئيس مجلس إدارة وبتقدم لنا في كل حلقة فايز واحد دعوة للعشان السؤال بيقول ما هو رقم الخط الساخن الخط الساخن آه آه دعوة جمهور طيب طيب سميم أنا ديتهم رقم واحد يكملوا البقية يكملوا البقية طميم اطلالة للدعاية والإعلان بتقدم لنا في كل حلقة جايزة 250 جنيه جايزة 250 جنيه اطلالة للدعاية والإعلان متخصصة في الدعاية والإعلان تصميم اللجوهات وتصميم الكروت وتصميم البنارات اللي بتتعلق كمان التدريب وإنتاج الأعمال الفنية السؤال بيقول قل لنا حاجة واحدة من الحاجات اللي احنا قلناها الأنشطة نشاط من الأنشطة اللي بتقدمها اطلالة للدعاية والإعلان زي ما احنا شايفين النهارده نرجع بقى تاني ليه أعم بقى لا تقومي إيه ده أنا اللي عايزة أقومي أعم بقى قل لنا بقى قل لنا بقى إيه اللي قدامك والدنيا عاملت زي نعم النبزة صغير كده عن مطعمنا قومي يا بقى أعم بقى يعني ده مش كل مطعمنا طبعا ده جزء بسيط من مطعمنا وعيس انت تشرح بقى بقى ما طعمنا بنقدم إيه تقدم أقول بقى احنا أعملنا النهارده الرز عندنا رز منزي أعملنا رز برياني أعملنا الرز الكابسة أعملنا النهارده البط سلقناه وحمرنا أعملنا الحمام المحشي أعملنا طبعا الملوخية مسقعة أعملنا القرار بشميل أعملنا منبار أعملنا كباب أعملنا شيش طويل راحة بالراحة يعني بالراحة خليني أكل كل حاجة أعملنا المحاشي طبعا مش مستوى الأستاذة اللي بتعملها طبعا زي مستوى الأستاذة اللي بتعملها المحشي ورقة العنب والمحشي المشكل كويس دخلنا بقى الحلويات أعملنا كنافة أنا على ما أعتقد أننا المفروض قبل ما الحلقة ما تخلص لأن بعد لو حلقة ما خلصت خلاصنا في الإعداد بيقولولي خلاص على الكنافة لأن الكنافة بتاعتنا احنا مشهورين بيها جدا طبعا كلمنا على الكنافة بقى أعمل وشيف مجدي لازم تعرف جمهورنا عن الكنافة بتاعتنا إحنا عندنا أولا خماتنا يعني بنجيب أجوة خمات بنشتغل بيها تمام سامنا بلدي بنجيب طريقة عمل الكنافة يعني ولا أعمل إيه قول اللي أنت عايش طريقة عمل الكنافة إحنا بنجيب سامنا بلدي تمام بيتحطها في الفورمة بتاعتنا حل بنجيب الكنافة بتاعتنا اللي هي معمولة حل بنرص الفورمة بنجيب أشطة آآ فريش بيبقى في ذا الثباق اللي هي في النص بقى كده بنكمل الكنافة وبعد كده بنساويها بالشكل دوت وبقى كده بنعمل العسل بتاعها اللي هو السيرب ايوة وبارة عن سكر او بارة عن حاجتنا بقى احنا يعني مش هنعسلها هي كده خلاص هي جهزة كده انا كده هو هي كده جهزة للتأديم ايوة وجهزة لي مش هنقطر بقى سكر مش هنقطر بقى السكر لا 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 اجمل كنافة اجمل لنافة هتكليها وانتي لا تقولي دوقي وقولي لي باش موندسة عايزين نقول بقى لكل اللي بيشوفونا الحاجات الحلوة دي والمطعم الحلوة ده والوجبات الجمدة دي لو كل اصدقائنا بقى عايزين يروحوا قرية بدوية وعايزين وشايفين الحاجات دي ممكن زي ما كنت لسه عبير بتقول الاسعار عايزين نركز ده لان مجموعة من الشباب كتير جدا بيهمها لما تروح مكان انه هيلاقوا فيه الجو شبابي والسعر المناسب ليه يعني اكيد السعر هيناسب كل الشباب كل العائلين واي حد دي يجي الحمد للرب العالمين عمره ما اشتكى ان السعر غالي او احنا اوبر في اي حاجة الحمد للرب العالمين ودي شهادة بنسمعها فعلا من الناس يعني بتيجي عندنا بالمطعم بيوفنا اللي بيجوا بيقولوا يعني فعلا فعلا احنا كل اكلنا هنا طيب كل الفايزين اه كل الفايزين اللي فايزوا احنا جمعنا اساميهم يقول لهم بقى اي اللي هيعملوه الفترة اللي جاي ويجوا امتى ما يجوش امتى والموعيد وازاي احنا فلاصل يشرفونا يشرفونا في اي وقت بس هو الوكيند بس الوكيند اللي احنا ما نروحش لكن باقي الاسبوع شرفونا في اي وقت غدا عاشا في اي وقت طبعا اصدقائي يبقى كل الفايزين اللي هيبقوا موجودين معانا هنتصل بيهم وهيقول لنا هنديهم دعوة هيروحوا بيها معادة يوم الخميش والجمعة هيستقبلهم الشيف مجدي هتستقبلهم البشمهندسة وهيقضوا يوم حلو جدا هناك النهاردة انا سعيد بالحالة اللي احنا عاملينها هسعيد بالطعم الحلو للحلقة النهاردة طعم الحلو ده كان سببه وجود معانا البشمهندسة ناهد علي رئيس مجلس قدار كارب دوية بشكرك شكرا وشكرا واللي طلع لنا الاكل الحلو ده شيف مجدي شيف محمد واللي كان للاكل الحلو عمير مشكرك يا عمير شكرا يا محمد وحلقة لذيزة وربنا يخليك اصدقائي انا مشكوركم وانتظرونا قبل المعادة بساعة من كل المعادة كل يوم خميس في برنامج كل الناس نيوز ومفاجآت جديدة ومسابقات جديدة وجوائز جديدة أشكركم وإلى اللقاء موسيقى موسيقى